أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي هو ذكره ومتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيعة وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه السورة الكريمة تسمى سورة عبسة جاء في سبب النزول في سبب نزول هذه السورة ما رواه أبو يعلى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل أعمى والنبي عليه الصلاة والسلام يكلم أبي بن خلف فأعرض عنه فأنزل الله تعالى عبسة وتولى أن جاءه الأعمى فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكرمه وجاء في سنة الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أنزلت عبسة وتولى في ابن أم مكتوم من الأعمى أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعل يقول أرشدني قالت وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظماء المشركين فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول أترى فيما أقول بأسا فيقول لا ففي هذا أنزلت عبسة وتولى وجاء عن ابن عمر قال أنزل الله عز وجل عبسة وتولى أن جاءه الأعمى في ابن أم مكتوم فهذه الروايات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قطب جبينه وما بين عينيه عبسة يعني قطب جبينه وما بين عينيه وتولى يعني أعرض لما جاءه ابن أم مكتوم وكان عليه الصلاة والسلام منشغلا بدعوة عظماء المشركين رجاء أن يسلموا وقوله جاء الكلام هنا عبس وتولى المخاطب من المراد الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لماذا جاء الكلام بضمير الغيبة تلطفاً نعم تلطفاً معه عليه الصلاة والسلام في العتاب لأنه لما عبس وتولى ليس كرهاً لذات الشخص ابن أم مكتوم كلا وليس بخلاً بما عنده من علم أن يعلمه كلا وإنما ليتفرغ لدعوة هؤلاء المشركين لعله أن يهديهم الله ثم بعد ذلك يتفرغ لتعليم ابن أم مكتوم وللإجابة على ما سيسأل عنه ومع ذلك قال الله أن جاءه الأعمى فالنبي عليه الصلاة والسلام كان منشغلاً في دعوة من يطمع في إسلامهم من الأشراف والعظماء ولا شك أنه بإسلام الأشراف والعظماء يسلم أقوام فإسلام زعيم القوم وإسلام كبير القبيلة وشريف ليس كإسلام أحد من الناس ومع ذلك عاتبه الله على ذلك فقال وما يدريك لعله يزكى ما يدريك يا محمد لعله يزكى لعل هذا الرجل الأعمى يتطهر وتزكو نفسه أو يذكر فتنفعه الذكرى أو لعله يتعظ فتنفعه هذه الموعظة أما هؤلاء القوم فإنهم لا يستفيدون أما هو فيحصله التعاض وانزجار ثم قال تعالى أما من استغنى استغنى بماله واستغنى بقوته واستغنى بجاهه فأعرض عن الموعظة ورأى أنه في غنى عنها كما قال تعالى فأما وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة فسنيسره للعسرة فأنت يا محمد تتعرض له وتقبل عليه وتطلب أن يسلم وهو معرض وما عليك أن لا يزكى ليس عليك أنت أن لا يتطهر مما هو فيه من الشرك فهذا المعرض هذا المستغني أنت لست ملزما بهدايته كما قال تعالى ليس عليك هدائهم ولكن الله يهدي من يشاء وقال تعالى إن عليك إلا البلاغ وأما من جاءك يسعى الذي جاءك أما الذي جاءك وهو مقبل يسعى في طلب التطهر بالموعظة وهو يخشى ربه عز وجل بقلبه ويخشى الساعة فأنت عنه تلهى أي تتشاغل عنه بغيره وفي هذا وما قبله إشارة إلى حرص هذا الرجل الأعمى على التزكي ولهذا الله سبحانه وتعالى قال ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه حرص على التزكي وحرص على التذكير وأنه أرجى بالتزكي والتذكر من أولئك الأشراف الذين يرون أنهم في غنى عن هذا الأمر والعجيب أن ابن أم مكتوم هذا الرجل الأعمى رضي الله عنه كان له مواقف عجيبة في القادسية حيث أنه قال للمسلمين أنا رجل أعمى لا أستطيع أن أفر أعطوني أمسك الراية لأن الراية علامة على الانهزام لو سقطت الراية أو فرّل مع الراية انهزم القوم قال فأمسك الراية ابن أم مكتوم وهو ممن عذر الله قال الله ليس على الأعمى حرج وقال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم جاء يشتكي ضرارته إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لا يستطيع الجهاد كما في الصحيح الصحيح البخاري قال فأمسك الراية فقطعت يده فضمها بعض ديه حتى قتل رضي الله عنه وأما من جاءك يسعى ويخشى فأنت عنه تلهى كلا حقا إنها تذكرة إنها الضمير إما أن يعود على هذه الموعظة أو على السورة الكريمة أو على آيات القرآن الكريم تذكرة أي موعظة يتعظ بها ويعتبر من وفقه الله عز وجل كما قال تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى وقال تعالى وإنه لتذكرة للمتقين فمن شاء ذكره أي فمن شاء ذكر الله عز وجل وذكر مواعظ القرآن بقلبه ولسانه وجوارحه الظاهرة والباطنة فالتعذ كما قال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر كلا إنها تذكرة وقال في سورة المدثر كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وقال هنا وقال تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا في صحف مكرمة أي آيات القرآن في صحف مكرمة صحف وصحائف جمع صحيفة مكرمة يعني أنها معظمة عند الله عز وجل في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة يعني عالية القدر والمنزلة من الله تبارك وتعالى هذه الصحف وهي لها المكانة العالية العظيمة عند الله مرفوعة عالية القدر مطهرة من الدنس ومن الزيادة ومن النقصان ومن التحريف والتبديل كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فهي معظمة موقرة عالية القدر مطهرة من الدنس والزيادة والنقصان بأيدي سفرة قال ابن عباس هي الملائكة هي الملائكة فالسفرة هم الملائكة عليهم الصلاة والسلام يعني السفرة بين الله وبين خلقه ومنه يقال السفير الذي يسعى بين الناس في الصلح والخير قال البخاري سفرة الملائكة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة يعني الملائكة عليه الصلاة والسلام بأيدي سفرة كرام بررة كرام في أخلاقهم أي ذوي أخلاق كريمة وصفات شريفة خلقا وخلقا مكرمين عند الله عز وجل قال تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين أي حديث ضيوفه المكرمين من الملائكة بررة أي في قلوبهم وأعمالهم فهم من البارين المطيعين لله عز وجل لا يعصون الله ما أمروا ما يفعلون ما يمرون وهكذا ينبغي لأهل القرآن الذين يحملون كتاب الله في صدورهم أن تكون أخلاقهم هكذا يكونون من البررة من الكرام من المتقيدين بما يأمر به القرآن الكريم من المتبعين لأوامر القرآن من المنتهين عن نواهي القرآن قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه وعليه الشاق له أجران ثم قال تبارك وتعالى بعدما بيّن محمد الله بعدما بيّن الله تبارك وتعالى منزلة القرآن ومكانة الملائكة عليهم الصلاة والسلام عند الله قال قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَه قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَه وهذه الآية الكريمة تُبَيِّن لعن وطرد وطرد عن رحمة الله والهلاك لهذا الإنسان الكافر المكذب بالبعث والنشور ما أكفره ما استفهامية هنا ما أكفره ما الذي حمله على الكفر وممكن تكون ما للتعجب أي ما أعظم كفره وما أشد تكذيبه فما يحتمل فيها وجهان أن تكون استفهامية أو أن تكون تعجبية للتعجب إن كانت للاستفهام يعني ما الذي حمله على الكفر إن كانت التعجب ما أعظم كفره وما أشد تكذيبه للرسول عليه الصلاة والسلام وبالبعث مع وضوحي الأدلة على ذلك من أي شيء خلقه استفهام للتقرير وكلمة شيء نكره في سياق الاستفهام وتفيد هنا التحقير والتقليل أي من شيء حقير مهين ضعيف خلقه وأوجده ما هو هذا الشيء فسر بقوله من نطفة خلقه فقدره والنطفة الماء القليل يعني من ماء قليل وهو مني الرجل والمرأة قال تعالى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسو فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى وقال تعالى ثم جعلناه نطفة في قرار مكين الآية ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلة ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجل مسمى ولعلكم تعقلون هنا قال من نطفة خلقه فقدره أي قدر خلقه أطوارا يمر كل إنسان بهذه الأطوار من نطفة يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم قدر أيضا أجله وعمله شقي أو سعيد وخلقه كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قال رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد وقدره بأن سوى خلقه وأتمه وأكمله ثم كان علقة فخلق فسوى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى ثم السبيل يسره الطريق للخروج من بطن أمه يسره وسحله فإنه ما يستطيع أحد أن يسهل خروج الجنين إلا الخلاق العليم سبحانه وتعالى هو الذي يسهل خروجه ولهذا المرأة عند الولادة المسلمة يكون قلبها نعم يكون قلبها متعلق بالله عز وجل لأنه ترى أنه ما يكشف هذه الكربة إلا الله فهي مرض مخوف مرض الموت كم من امرأة ماتت في نفاسها ولهذا صار لها فضل عظيم وهو الشهادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما عدد الشهادة قال والمرأة تموت ها أي نعم بجم بسررها أذكر أن ذكر الخطيب في تاريخ بغداد أنه رجلا من الصالحين لما كان طفلا وآتيناه الحكم الصبية يقول قالت له أمه وهي في ألم الولادة يا بني أدعو أباك أدعو أباك فإني أعاني من ألم الطلق ألم الولادة فأبأ فقالت يا بني أسرع إلى أبيك قل لو يأتي فقال يا أماه تستعينين بمخلوق وأكون أنا الرسول بينكما لا والله فقالت يا بني أموت قال قولي يا الله أغثني فقالت يا الله أغثني فانفتح رحمها واندلق الجنين بأمر الله فكأن هذا الطفل الصغير سبحان الله ألهمه الله أن يأمرها أن تعلق قلبها بالأجر ثم السبيل يسره السبيل طريق ثم أماته فأقبره ويمكن أيضا يراج بالسبيل أيضا قال له أي نعام كما قال تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وقال وهديناه النجذين بينا له طريق الخير والشر ثم أماته فأقبره ثم بعد ذلك بعد الحياة هذه سواء طالت أو قصرت تقبض روحه وتخرج الروح من هذا البدن فأقبره أي جعله ذا قبر أي جعل له قبرا يواري جسده سترا له وإكراما وتشريفا واحتراما وقد مر آية في سورة المرسلات بهذا المعنى وهي قوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا فهي تضم وتجمع الناس جميعا في الحياةهم على ظهرها وبعد المماتهم في بطنها إكرام من الله للآدمي لأنه لو ترك على وجه الأرض ترك على الساهرة على وجه الأرض لأنتنت رائحته وتغيرت معالم جسمه ونفر منه أقرب الناس إليه ولهذا قال ثم أماته فأقبره والأصل في دفن الميت ما جاء في سورة المائدة لما قتل إحدى ابني آدم أخاه قال الله فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوء تاخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوء تاخي فأصبح من النادمين فصارت دفن سنة في بني آدم ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشر متى شاء الله عز وجل بعثه أحياه بعد موته للحساب والجزاء ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وقال تعالى ليس ذلك بقادر على يحي الموت كلا لما يقضم أمره للردع والزجر كلا أي كلا لما يقضي الإنسان ما أمره لم يؤدي الذي أمره الله عز وجل به من الفرائض والواجبات لم يؤدي كلا لما يقضي ما أمره لم يؤدي الذي أمره الله عز وجل به من الفرائض والواجبات أو كلا لما يقضي الله عز وجل ما أمره أي ما أمر به كونا وقدرا أي لم يأتي ولم يحن وقت أمر الله عز وجل بنشر الخلائق وبعثهم وحسابهم بل هذا له موعد ينتظر هل تلاحظون الفرق بين الأمرين؟ ما الفرق بينهما؟ أي نعم الأول في الدنيا كلا لما يقضي الإنسان ولم يؤدي ما أمره الله تعالى به من الواجبات والفرائض والثاني كلا لما يقضي يعود إلى من هو لم يقضي؟ إلى الله جل جلاله لم يقضي الله ما أمر به كونا وقدرا يعني لم يحن ولم يأتي الوقت الذي يأمر الله جل وعلا فيه بنشر الخلائق لأنه قبل ذلك قال ثم إذا شاء أنشره لم يأتي وقت النشور إلى الآن لم يأتي الوقت الذي ينشر فيه الإنسان ثم بعد ذلك بل له موعد سيأتي ثم قال تعالى في الآية السابقات استدلال على قدرة الله العظيمة على خلق الإنسان وبعثه ثم استدل على ذلك بإحياء الأرض بعد موتها وما منَّى الله به على الإنسان من مِنًا قال فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ يفكِّر هذا الإنسان في ما يأكل يتأمَّل فيه من أين جاء هذا الأكل وكيف وجد وما هي مراحل التي مرَّ بها ليعلم أن وراء ذلك الرب العظيم والخالق الكريم سبحانه المُدَبِّر فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يُحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمُحيي الموت وهو على كل شيء قدير وقال تعالى فَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَ وَنُحْرُزْزَارِعُونَ أنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّاء أي أنزلنا الماء من السماء والسحاب على الأرض لنُحيي به بلدة ميتًا ونسقيه مما خلقنا أنعام وأنسية كثيرة ثم شققنا الأرض للنبات شقًا كثيرًا فنبت هذا النبات ونمى على وجه الأرض جعل سبحانه نظره في إخراج طعامه من الأرض جعله دليلاً على إخراجه هو منها بعد موته استدلالاً بالنظير على النظير جعل الله جل جلاله نظر الإنسان في إخراج طعامه من الأرض جعله الله جل جلاله دليلاً على إخراجه هو أي الإنسان منها بعد موته استدلالاً بالنظير على النظير والعاقل ما يفرق بين المتماثلات الإنسان يشاهد إخراج النبات ولا يشاهد ما يحصل له هو هنا أنّا شققنا الأرض شقًا ثم شققنا الأرض شقًا فأنبتنا فيها أنواع الحبوب والثمار كالأرز والبر والذرة والشعير وغيرها أنبتنا فيها حبًا وعنبًا وهو معروف وهو من أنفع وأفضل الفواكه التي تؤكل ولهذا امتنى الله تعالى به على أهل الجنة هل ذكر أنه من طعام الجنة؟ أو لم يذكر؟ ذكر قريبًا في سورة عما يتساءلون إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب مع الفرق الشاسع بين ما في الدنيا وما عند الله في الجنة وقضبًا وقضبًا هنا قال الله أنبتنا فيها حبًا وعنبًا وقضبًا وزيتونًا ونخلًا أنبتنا فيها القضب نوعٌ من العلف الذي تأكله الدواب يسمى الرطبة ويسمى القت ويسمى الفصفصة الرطبة تعدد الثقوى المفسرين ويسمى البرسيم كل هذا مسمى لشيءٍ واحد وهذا يسميه العلماء اختلاف التنوع والحقيقة واحدة هو نوعٌ من العلف كما قال تعالى متاعًا لكم ولأنعامكم وقال كلوا وارعوا أنعامكم فالقضب نوعٌ من العلف الذي تأكله الدواب من الرطبة والبرسيم والقطة أو غيرها وزيتونًا ونخلًا وهو من أفضل الأشجار وأكثرها بركة ولهذا الأقسم الله به فقال والتين والزيتون وامتدح شجرته بقوله يُوقد من شجرةٍ مباركة وجاء في الحديث كلوا الزيت والدهنوا به فإنه من شجرةٍ مباركة وزيتونًا ونخلًا والنخل أمره عجيب أيضًا في فوائده وفضائله والنبي عليه الصلاة والسلام شبه النخلة بالمؤمن وقال إن من الشجرة شجرةً لا يسقط ورق ولا يتحات ومثلها مثل المؤمن خبروني ماهي ثم قال هي النقلة وكان التمر كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها قالت يا ابن أختي تقول ابن الزبير إنه ليأتي الشهر والشهران ما وقد في بيت النبي عليه الصلاة والسلام نار الشهر والشهران والثلاثة ثلاثة أهلة ما وقد في بيت نار قال فما طعامكم يا خالة قالت الأسودان التمر والماء إلا أنه كان هناك جيران من الأنصار يرسلون للنبي صلى الله عليه وسلم شيئًا من اللبن المقصود من هذا التمر شجرة مباركة أيضًا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صاحي مسلم قال بيت لا تمر فيه جياع أهله وقال لا يجوع أهل بيت عندهم التمر ونخل وزيتون وحدائق غلبة بساتين ذات أشجار طويلة كبيرة كثيرة متنوعة وحدائق غلبة يعني أن الله سبحانه وتعالى أنبتنا فيها حبة وعنبًا وقضبًا وزيتونًا ونخلًا وحدائق غلبًا وحدائق غلبة وحدائق غلبة وإما أن يراد بها الأشجار الطويلة الكبيرة ولهذا قال هنا وحدائق غلبة وإما أن يراد بالغلب النخل الغلاظ الكرام وهنا قال حدائق غلبة وفاكهة وأبّا أما الفاكهة فيه معروف ما يتفك به الإنسان من الثمار وما يأكل رطبًا وأنبتنا لكم فيها الأشجار المختلفة من ذات الفواكه والثمار والتنوع وأبّا الأب هو الكلأ والعشب الذي يكل الحيوان الأب الكلأ والعشب الذي ترعاه البهايم والحيوان جاء عن أبي بكر رضي الله عنه قال لما سوئل عن قوله فاكهة وأبّا قال أي سماء أن تضلني وأي أرض أن تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم وهنا امتن الله عز وجل على عباده بهذه الأمور ثم ذكر سبحانه وتعالى إنزال الماء وإخراج هذه الخيرات من النبات فقال متاعًا لكم ولأنعامكم يعني عيشةً لكم ولأنعامكم في هذه الدار الدنيا عيشةً لكم في هذه الدنيا يعني أنتم كما تلاحظون هذه الآيات الكريمة بيّنت وذكّرت الإنسان بضعفه وما يمر به من أطوار وأن الله تعالى قادر على إخراجه ثم بعد ذلك جاء إثبات المعاد ثم بيّن الله عز وجل بعض نعمه على العباد في هذه الخيرات ثم بيّن حقارة الدنيا وأنها مجرد متاع تتمضي ثم تزول متاعًا لكم ولأنعامكم ثم قال تبارك وتعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الصاخة الطامة في سورة النازعات هنا الصاخة فإذا جاءت الصاخة والنازعات فإذا جاءت الطامة الكبرى والصاخة القيامة سميّت بذلك لأنها تصخُّ الآذان بصيحتها وأهوالها هنا إذا جاءت الصاخة يوم يفرُّ المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يراهم ويفرُّ منهم ويبتعدُ عنهم لأن الهول عظيم والخطبة جليل جسيم يهرب الإنسان من أقرب الناس إليه وأعزهم عليه كما قال تعالى ولا يسأل حميم حميمة يبصَّرونه يفرُّ المرء من أخيه ويشاركه في أصل النسب ومع ذلك يفرُّ منه وقد يفرُّ أيضاً من أخيه يعني المقصود به ليس فقط النسب بل صديقه الحميم اللي بينه وبينه أخوه عجيبة ما ذلك يفرُّ منه يفرُّ من أخيه لأمه وأبيه ويفرُّ من أخيه صديقه الحميم الذي كان يؤثره في الدنيا بكل شيء وأمه وأبيه ويفرُّ من أمه ويهرب من هذه الأم التي عُرفت بعطفها وحنانها ورقتها يفرُّ منها ويفرُّ من أبيه أيضاً ويفرُّ من صاحبته من زوجته يهرب من زوجته التي كانت في الدنيا من أقرب الناس إلى قلبه وجسمه يفرُّ منها لأنه رأى شيء عظيم فكيف تتقون إن كفرتم يوماً يجعلُّ الولدان شيباً السماء منفطرٌ به كان وعده مفعولاً وبنيه يهرب من أبنائه الذين هم فلذت كبده وثمارة فؤاده ومع ذلك يفرُّ منهم رحمة الله لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه كل إنسان من هؤلاء يوم القيامة له ما يشغله عن غيره كل إنسان منشغل بنفسه عن غيره ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تحشرون إلى الله تعالى حفاتاً عراتاً غرلاً قالت عائشة واسوا أتاه يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض قال الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض كما في الصحيحين وفي حديث الشفاعة كل واحد من رسول الله يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيره حتى تنتهي الشفاعة إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم إلى ربه عز وجل كما في الصحيحين وروا الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال تحشرون حفاتاً عراتاً غرلاً فقالت امرأة أيبصروا أو يرى بعضنا عورة بعض قال يا فلانة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه أو ما أشغله عن النظر ما أشغله عن النظر فما أصعب هذا الموقف وما أشده وما أعظمه فهل أعددنا للأمر عدته قال عمر رضي الله عنه لكعب الأحبار يا كعب خوفنا فقال يا أمير المؤمنين لو وافيت القيامة بعمل سبعين نبياً لحتقرت عملك مما ترى لحتقرت عملك مما ترى ولهذا الله سبحانه وتعالى قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ثم بعد ذلك ينقسم الناس إلى قسمين وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة في هذا اليوم العظيم يكون المؤمنون جعلن الله وإياكم ووالدين وأزواجنا وذرياتنا منهم يكونون تكون وجوه مسفرة مشرقة مضيئة كما قال تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ومسلم أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر مصفرة مضيئة مشرقة ضاحكة مستبشرة ظهر عليها السرور والبشر الدائم الذي يدل على سرور القلب وابتهاجه وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أما الفريق الآخر أما الصف الثاني ووجوه يومئذ أي يوم القيامة فريق تكون وجوه يوم القيامة يومئذ يعني يوم القيامة عليها غبرة عليها غبار ترهقها قترة يغشاها سواد الوجوه كما قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوه ما كفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوه ففي رحمة الله هم فيها خالدون ووجوه يومئذ عليها غبرة عليها غبار ترهقها قترة تغشاها وتعلوها ظلمة شديدة وسواد أولئك أولئك الموصوفون بهذه الصفات هم الكفرة الذين كفروا بقلوبهم وبألسنتهم فأنكروا البعث وأنكروا ربوبية الله وأنكروا ألوهيته سبحانه وتعالى أو أنكروا أسماءه والصفات أنكروا شرعه وقدره أولئك هم الكفرة الفجرة الذين ارتكبوا الفجور بجوارحهم وأعمالهم الظاهرة كما قال تعالى وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ففي هذه الآيات العظيمة شدة أهوال القيامة وأن كل إنسان ينشغل بخلاص نفسه في هذا اليوم ويفر من أقرب الناس إليه وأن الناس ينقسمون إلى قسمين بحسب أعمالهم نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن تكون وجوهم في ذلك اليوم مسفرة ضاحكة مستبشرة وممن يأخذ كتابه باليمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداغ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر